نحن مستومون ومثورون من استهلاف الجيش الإسرائيلي للمبنى لتدميره والذي يدم مكاتب Associated Press وغيرها من أسال إعلام هم يعرفون أن مكتبنا ومراسلين هناك هذا أمر لا يصدق ومثير للقلق ومن حسن الحز تجنبنا خسائر بشرية مرعبة وأصدرت قناة الجزيرة بيانا أعربت فيه عن أشد إدانتها لتصرف إسرائيل مشيرة لأن غرض إسرائيل من شن هذه الضربة الجوية واضح جدا وهو محاولة لعرقلة نشر الصحفيين لما يحدث في قطاع غزة وأكدت القناة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية وأعرب مدير الأخبار العالمية في فرانس بريس فيلشتويند عن صدمته الشديدة حيال تصرفات إسرائيل وقال إن فرانس بريس ستقف بثبات لجانب أسوشييتد بريس وقناة الجزيرة كما قال مسؤول في الاتحاد الأمريكي لحماية الصحفيين إن هذا الهجوم مثير للقلق مشيرا إلى أن جيش الدفاع الوطني الإسرائيلي يعرقل التغطية الإعلامية حول معاناة شعب قطاع غزة من خلال استهداف المنشآت الإعلامية موسيقى